من أهم مقاومات العلاقة بين الرجل والست هو إحساسها معامل أمان طفل الأمان لو كان الرجل المفروض يحميها هو نفسه اللي بيأذيها ويضربها العنف بين الأزواج بقى موجود في جميع المستويات الاجتماعية للأسف واسأل صاحبك زابط الشرطة أو وكيل النيابة هيحكي لك مهازل عن سيدات فضليات بيجولهم في الإقسام والنيابات مسحولين ضرب ومحضر قصاد محضر ويتتنزلوا سوا يتتحبسوا سوا والقانون أحياناً بيقف عاجز قدام الوقائع اللي زي دي ده غير اللي بينضربوا ويسكتوا عشان فضايحوا البهدلة المعدل عندنا أعلى بكتير من المعدلات العالمية والعنف مالوش علاقة بأنه الست مستفزة والراجل رد عليها لأنه الكلام ده كان بيتقالف أمريكا سنة 1995 في 96 فأمريكا عملوا حاجة اسمها قانون مواجهة العنف ده مرحلة فاصلة ما بين قبل وما بين بعد قبل كان نفس الكلام بتاعني اللي هي استفزتني أصلها بترد علي أصلها مش عارفة إيه كلام اللي إحنا متخيلين إنه ثقافة شرعية لا ده ثقافة عالمية لما تعامل قانون والدولة بقت واضحة إنها لن تتسامح مع العنف وفي إجراءات لمواجهة ده الكلام ده تلاغى خالص دائرة العنف دائرة خطيرة وملهاش أي مبرر غير إن حد بيفش غله في طرف أضعف الحياة بالصورة دي اللي فيها عنف جسد الجسد يتجاه المرأة لا تستقيم يعني ما فعلش تستمر لأنه هيبقى فيه عنف بالتالي تجاه الأولاد هو العنف عنف فهو البني آدم يا إما بيفكر بدماغه ويتكلم بلسانه يا إما بيفقد التفكير فيستعمل إيديه في مصر مقارنة بالعنف بين الرجل والمرأة في أوروبا لا مصر مفيش فيها عنف بين الرجل والمرأة لا يذكر في حد بيدرم مرته فيه ستات بيدرم جوازه شايفها متساوية يعني مش شايفة أنها ظاهرة الحقيقة لا للدرجات دي فيه ستات بتضرب الجوازها في مصر فعلا لا يعني لو موجودة تبقى ست جادع يعني لا فيه ستات بتعمل كده فعلا وأسمع وأعرف ناس بتعمل كده بس برضو الرجل اللي وصل الست إنها تتعامل معاه بالشكل ده يعني حاجتين هي ضعف منه برضو في ضعف شخصيته وإيه اللي التربية منها إحنا عندنا حاجة قانونية محتاجة إعادة النظر فيها الست اللي بتتعرض للضرب لما بتروح الاسم علشان تستنجد بالدولة اللي بيحصل إيه بقى؟ المحامين اللي زي حالاتي ننزل الاسم نقول للرجل إنه يعمل محضر ضربه هو كمان فكده إحنا بقى معانا إيه؟ محضرين ويروحوا النيابة الاتنين ينزلوا سوى يا تكمل سوى إنت بتهت الست بقى هنا فكرة إن يلا نحط الاتنين في سبت واحد ويلا عندي محضرين وحولهم للنيابة فبقى عندي تكدس في النيابات من غير معانا وبقى عندي إحصائيات كاذبة إنه إيه ده؟ ده الرجالة بيتدربه رجالة مين اللي بيتدربه؟ هل ستات بيتدربه جوازهم؟ اوه بس هنا نمازج قليلة جدا يعني بس خيل إن العدد اللي مبالغ فيه ده بسبب إن لما الراجل بيعمل الست بتعمل لراجل محضر ضربه فبيعمل لها هو محضر زيه بتبقى محضر كايدية بشكل كبير طبعا ولكن فعليا أو في ستات أحيانا بتتطول على زوجها وإحنا ضد ده تماما يخد بالك السبب ده اللي شويهوا القضية المرأة وحرية المرأة والمساواة مع الرجل ما بنقصدش تماما إن المرأة تصبح زي الرجل حالة الندية دي مش مطلوبة تماما المرأة ستظل امرأة والرجل سيظل رجل ماينفعش حد فيهم ياخد دور التاني ولكن إحنا بنطالب بحريات المرأة وحقوقها كمواطن وليس كنوع عشان تقولي ستة ضربة جوزها يعني معنى إنها جنحة فإحنا روحنا وشوفنا إحنا بنستخدش أي كلام من ده جنحة يعني إيه؟ يعني ضرب قدى إنه يروح المستشفى فيقعد في المستشفى ويددولها جنحة إنه على أقل 21 يوم في المستشفى يخبطها فلقيت أباجر راح تخطى بيه أولا ما كانش فيه محاماة في مصر القديم إنما كان فيه محاكم وكانت المرأة من حقها أن تشكو للمحكمة فيحدد لها موعد فكانت إذا اشتكت إن جوزها فيه قصوة منه باليد أو اللسان شوف كلمة اللسان دي كان ينذر أول مرة يوجل التاني مرة يخلع تالت مرة مهمة قوي قوي قانون لمواجهة العنف المنزلي وإن الدولة تكون حاضرة بمنتهى القوة وبقالياتها أبرز حاجة إن الراجل إذا ضرب مراته ما تعرفش تروح تشتك موزرها هتشتكت هيقول لها ده جوزك أبسط حاجة تعرفش تاخد حقها ليه إحنا المجتمع بقى عنيف بالمنظر ده؟ هل ممكن نقول إن الدراما سهمت بالمنظر ده؟ فيه عنف عام في المجتمع فيه حوادث ما كناش بنسمع أنا قبل كده حتى يعني مش ممكن تخطر على فكر إنسان يعني فأعتقد إن العنف ده مع يعني التعليم إن كان مستوى ضعيف جدا مع يعني عدم الوعي الثقافي مع الدراما اللي بتصور إن العنف ده حاجة سهلة وحاجة سالسة وحاجة مهمة مع فكرة تهميش المرأة كل ده تولد عنه عنف غير عادي وعنف أسري غير عادي بالتالي إنه المرأة بتبقى ضحية لحاجات كتير أنا في رأيي اللي يمدي إيده على واحدة ست ده مش راجل مهما كانت عملت إيه مالوش حق إنه يعمل حاجة زي دي مش من حقه لأن إحنا جسديا الراجل والستت غير متساويين أكيد أنت أقوى منها وأكيد أن إنت لو ضربتها هيش تعرف ترد عليك حتى لو هي جسديا تقدر ترد عليك مش من حقك تعمل حاجة زي دي وفي الراجل اللي بجات عنده طرق كتيرة قوي يهذب بيها زوجته أو يعقبها أو يحسسها إن هي عملت حاجة غلط غير إنه يمدي إيده عليها عندك حالات القتل ما بين النساء أكتر من 60% على قد الأزواج ماشي ليه بقى هي قتل بدون دوافع قتل يعني زقني زقته رزعني رزعته هو بنيانه الجثماني أقوى منها مرائعها في صن حيطة أو في صن الدولاب الزان وقعت ميتها طيب المخاطر الأكبر مش بس كده إن أنا ممكن الست اللي أقولها هي استحمله عشان العيال دي تبقى جثة بعد كده لا ده ممكن الطفل نفسه يبقى جثة إحنا واقفين بقى إيه هو بيزقها وهي بتزقه وعايل عنده سنتين في الأرض اترزع شلوت في بطنه ميت العنف الجسدي هل شايف إن في عنف جسدي في العلاقات الزوجية كمحامية في مصر؟ أه طبعا جدا بشكل كبير جدا أنا عنف جسدي ولفظي ومعنوي ومادي واقتصادي بيمارث بشكل سلطوي على المرأة طول الوقت الرجل مع الأسف بيمقصين هو اللي ربطه إمرأة برضو ومن هنا كان الخطأ بأنه هي برضو ربطه على إنه المرأة كائن أضعف وكائن من حقك تتحكم فيه ومن حقك تعنفه جسديا ولغضيا واقتصاديا لأنه إنت طول الوقت ذكر لك من السلطة ما يكفي لتمارس هذه الأفعال النساء يتعرضن للعنف باعتبره جزء من السيطرة الرجالية الاجتماعية فيبقى قوم يعمل الشاي لأخوكي وأخوه يضربها لأنه أشطر منه في المدرسة يعني يبقى هنا التعبير عن نقص القوة هل دي ظاهرة موجودة بقوة؟ في طبقات وفئات معينة مش كل الطبقات لأنه إنت هتلاقي العنف زائد حتى ما يعود القضي يحكم في قضية عنف بيبص على الفئة الاجتماعية والطبعة الرجل يظن أنه يستطيع يعني يضرب الست عشان يقدبها فــــــــ 83% من الأب والأخ يعني واحد كل 25% من ستات واحد كل 4 بتتضرب والبناتِ في بيتهم يعني لغاية 18 سنة أو لغاية 20 سنة مفيش أحد فيهم ما تضرب فيه الست بتحب الرجل القيادي يعني لازم يكون لكرزمة وشخصية ولي هيبة ولي بوزيشن معين في المجتمع لكن ما يكونش قليل الأدب وبيهنها وبيضربها فيش ستة بتحب الراجل بيضربها أبداً وقالت لقصة مريضة إشكالياً الناس جهلة ما يعرفش لأول الآية ولا آخرها وخد بس الجملة تضربهن وهو لو قري قبلها هيعرف كويس قوي ايه المطلوب يعمله أولاً الآية بتتكلم عن إنسانة ناشز ناشز يعني ايه حضرتك يعني بترفض العلاقة الخاصة بينها وبين زوجها بدون سبب ما عنداش علة فيقوم يتكلمها بالحسنة يجيبها لحد يتكلم معاه بالحسنة مفيش فايدة يجيبها يهجرها يسيب لها البيت ولا يسيب لها الغرفة مفيش فايدة فيضربها ضرب غير تارك لأخر كده طب إيه لازمة الضربة دي الضربة دي بيقول لها إن المرحلة دي فاصلة بين إن المضوع كان بيننا أنا وانتي كانش حد يعرف ولا حتى الأولاد في البيت لكن الضربة دي بتقولك إن المضوع هيخرج برانا فبعثوا حكم من أهله وحكم من أهله هفضح بقى السر هقول إنك أنت ناشس هقول إنك أنت رفضل عليك الحمال لبيننا كده ولو طلقت أثراً يكونوا آثماً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر